السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا خير اهلا بيكم في قناة ماروة لتعليم الاكسسوارات فيديو النهاردة هو تكمل السلسلة المشتريات اللي انا رضعتها معاكم من فيديوهين هاريكم نهاردة حاجات من اللي انا جايباها من محل الصفوة اللي موجود في العطبة في حارة اليهود وكمان حاجات تانية جايباها من محلات جنبها وهقول لكم على كمان اسماء المحلات اول حاجة موجودة معي في فيديوه النهاردة هو الكريستيل واكتر حاجة بواستخدم فيها هو عمل السبح انا جبتا منه الاسود وجبتا منه الازرق وجبتا منه اللون الاخضر ده هو سعر في حاجات باربعة ونص وفي حاجات بتمانية ونص والموضوع ملوش دعوه بالحجم قدمeng موضوعه لي علاقة بلون اللي تيب توشتري له يعني اللون الاخضر ده بتمانية ونص تقريبا الاسود دة كان باربعة ونص رغم ان هو اكبر منه. بس ليه? لان اللون الاسود ده منتشر. لكن اللون ده مرة تلاقيه وعشر مش هتلاقيه. فالالوان اللي بيكون قليلة شوية هي اللي بيكون سعرها اعلى. وجبت منه الكريستال الشفاف ده. بس هو هتطولي في كيس لان هو الكريستال غالبا ما بيفرت من العقد بتاعه. وده كمان كريستال اعتقد ده كمان بتمانية ونصف. ده لونه دهبي. فضي. فضي ده حجمه صغير شوية. والفضي ده. ده هستخدمه كفواصل كده في السبح في الحزازات. هنشوف مع بعض هنستخدمه في ايه? دي بقى حاجة اسمها الهيماطايت. الهيماطايت ده هو عبارة عن معدن كده مش بيغير لون. في منه اشكال مختلفة. الكوار ده اي ماس من الكوار ده بعشر جنيه فيه كوار اصغر من كده وكوار اكبر اي ماس من الكوار بعشر جنيه. لكن بالنسبة للاشكال دي في منه شكل ده. في منه الشكل ده. في منه اشكال قلب ونجمة واشكال تانية كيش بس انا جدت الشكلين دول. الشكل ده انا هستخدمه كفواصل. والشكل ده هنستخدمه مع بعض برضو في الحزازات وهبريكو ازاي. نيجي مع بعض بقى لكياس لخمسة جنيه. الحاجات دي اسمها اكريلك. مواسير اكريلك. بالكيس فيها بيكون خمسة جنيه بيكون في اتناشر مصورة. دي بنستخدمها بندخلها في العقاد. بندخلها اكتر حاجة حزازات. هنعمل بيها حزازات سوا. بتكون حلوة مفرة جدا. ده كمينها اللون البين كده واللبني والاحمر والرصاصي شوية ده. والاسود والجمل. دول كانوا محل الصفوة كلهم. مع ده اللون ده تقريبا كان محل تاني وانا معدية عليه كده لقيته مع اللهم فعجبني اللون فاجبته. هو الون جملية شوية كده بس هو مش باين هنا قوي. نيجي بقى الامارات دول دول مش من محل الصفوة دول للاسف كانوا محل تاني في حرف المزين. وانا معدية كده شفت الاشكال دي في عجبتني. ده في منهم اشكال باربعة جنيه واشكال بتلاتة ونصف. فعجبوني قوي يدخلوا حروين قوي في سواء في اساور الاطفال في سلاسل الاطفال في مدليات. هيدخلوا معنا في شغل كتير هنشتغلوا مع بعض بازن الله. من ينجي بقى الدا. ده اسمه مقياس خواتم. ده بنستخدمه في عمل خواتم من النحاس زي الخاتم اللي انا رات سادة. ده انا اشتريته من عند المكان. موجود بالزبط جنب المكان اللي انا شارية منه واسلاك النحاس هقول لكم عليه حالا. ده كان سعره خمسة و تلاتين جنيه. هو بلاستيك. ما هوش معدن. في منه المعدن. بس انا لو مكانكو انصحكو انه تجيبه المعدن. لان انا بعد ما جربت عمله ده حاسة ان هو مش هيستحمل معايا وشوية وهي القصر. فانا شايف ان الاحسن نجيب المعدن منه. وفي منه كمان الخشبي بس انا الصراحة ما جربتش الخشبي لان ما اعتقدش ان هو متدرج بارقام زي ده. ده لو تاخدوا بقى لكم مكتوب عليه ارقام قياسات. دي اللي هي اليونالتد ستيس اللي هي امريكا دي واحدة من وحدات القياس. ها موجود عليه قياسات مختلفة دي ممكن اعرفها لكم لما نيجي نعمل خواتم النحاس مع بعض ان شاء الله. نيجي بقى الاسلاك النحاس اللي انا جبتها. اسلاك النحاس دي انا جبتها محل اسمه حج حسين الشطاف. حج حسين ده عايزين تعرفوا مكان المحل. انتو بعد ما تخلصوا محل الصفة بتشتريمونه بتقولوله معلش تدلنا على محل حج حسين لبيع النحاس هو بيوصف لكم الطريق بالضبط. والطريق جنبه على طول سهل من الصعب. يعني هتوصل بسهولة ان شاء الله. انا جبت مية جرام من ده. ده السلك ده تخنوا واحد ميلي. واحد ميلي ده هو غالبا اللي بنعمل به الخواتم. والسلك ده تخنوا نص ميلي. ده كان مية جرام منه خمسة على عشرين جنيه. زي ما كلمة جرام دول هيامل معيك وشغل كتير. نيجي بقى الاهم حاجة في الشغل بتاع الاكسسوارات وهي المعادن. المعادن دي المكان اللي تريد تشتري منه تخلصي فلوسك عليه. بجد لان انت قدر ليش تقاومي الاشكال والتنوع. يعني انا هبريكو شوية اشكال من جوة بس كده. اول حاجة انا عايز اقول لكم ان انا جبتهم محل الصفوة. الجرام كان واقف بتلاتين قرش. يعني الكيلو بتبتمية جنيه. انت بتاخدي مسلا بتنقي الاشكال اللي تعجبك وهو بحطهم لك على ميزان وزنهم. وقول لك دول قطعين كامل. انا الحبة دول كان قطعين مع 86 جنيه. هما تقال على فكرة وجوه اشكال بالهبل. افرقك كلوقتي على شوية اشكال منهم. عندنا شكل دامبل ده. تعجم. دي بتبقى حلوة قوي في الحزازات الولادي. وهنشتغل بيها شغل مع بعضها وريولكم ان شاء الله. عندنا شكل وشكل الفرعون وشكل الهرم وشكل الكوين دي. وشكل تقريبا اخير ده الاسكندر. الاشكال دي حلوة جدا في ناس كتير بتحب الاشكال الفرعونية. ده ممكن يدخل معيك في السلاسل. يدخل معيك في الحزازات كتعليقة. ممكن تعمليه كمان كحلق تركيبيه في هوك وتاميني تعمليه كحلق. احنا هنستخدم الحاجات دي مع بعض. عندنا الاشكال دي برضو بتبقى حلوة قوي في السبح. فالله خيران حافظا والحمد لله. وسبحان الله في اشكال تانية كتير موجودة بس انا الصراحة مكسرة دور عليهم. انا حبيت اوليك وعينات منهم بس. معانا دي مكتوب عليها ما شاء الله. فالله. فالله حافظا والله اكبر. دي منفع تستخدم في تعليق العربية. هنعملها سوا ان شاء الله. والشكل التاني ده بقى شكله حلو قوي. نستخدمه كحلق. او كسلسلة. هنعملوا مع بعض سوا ان شاء الله برضو. في كمان معانا شكل القلب ده. معانا كلمة ابن الاصول. ويعن قود العنب ده. واكتر حاجة عجبتني هو اللايكة اللي عظمي ده. ده يبقى شكله كيور جدا لو استخدمك حلق. وطبعا طبعا ما ينفعش اكون دكتورة اسنان واشوف شكل تارس ما جيبوش. ده عجبني جدا ان شاء الله عامل بيه حاجة ليه للزمالي برضو اللي انا عرفهم في اسنان. وبهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ولو الفيديو عجبكم ما تبخلقش علي باللايك. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتقع لو زر القرص عشان ينفعركم كل فيديو جديد. اشوفكم في الفيديو الجاية على خير.